الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطُمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطُمَئِنُّ الْقُلُوبُ اللي هي الشمول والاستمرارية الشمول والاستمرارية الزلازل هتعمل أرض كلها والاستمرارية هتلاقها بإيه بتتكرر ودي من علامات القيامة وكثرة الفتن الزلازل مع قبض العلم مع كثرة الفتن مع الهرج القتل القتل وفيض المال وفيض المال يبقى فيه فساد فيه مال يبقى فيه فساد أغالبا كذا اللي بحصل فكل هذه الأمور مع بعضها ترتبط مع بعضها وإذا زلزلت الأرض زلزالها أفأمنتم من في السماء أن يغصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبها فستعلمون كيف نذير فلذلك كل دي نظر من النظر الأولى أزفة الأزفة ليس لها من دون الله كشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم شامدون فاسجدوا لله واعبدوا يا بشر فاسجدوا لله واعبدوا إذا كثرت الفتن والزلازل وقبض العلم والفتن اللي احنا فيها دي والقينات المعازف والمغنيات وقلة الأدب والزنا الزنا الزنا في كل مكان الزنا المقنن المرخص كل هذه الأمور وعلامات بتقول إن فيها علامات القيامة الصغرى بكل دي علامات فالواجب علينا إحنا كمسلمين إن إحنا نتذكر ربنا الواجب علينا إحنا كمسلمين إن إحنا ما ننساش ربنا ومجرد مش بس إنه ما ننساش ربنا إن إحنا ما نعصاش ربنا المعاص والزنوب دي هي سبب المصايب اللي احنا فيها كلها المعاص والذنوب دي هي سبب إن ما فيش باركة في حياتنا المعاص والذنوب دي هي سبب العذاب ربنا سبحانه وتعالى بما تكلم عن قوم نوح قال سبحانه وتعالى عز وجل يعني بكثرة بسبب الخطايا بتاعتهم ربنا أغرقهم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار يعني بسبب الذنوب والخطايا وكذا ربنا أهلك هؤلاء الناس فمنهم من أهلكوا الله بالصيحة ومنهم من أهلكوا الله بالرجفة ومنهم من أهلكوا الله سبحانه وتعالى جبريل رفعوا قوم لوت صرفعهم وخسفهم الأرض الخسف والمسخ كل من علامات القيام الخسف دي والمسخ وكسرة البركين كسرة البركين فالأرض غضبانة من تحت بليانة حمم سبحان الله قال إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة إذا رجت الأرض رج وبست الجبال بس فكانت هباء منبثة منبثة كيف الجبال تبقى هباء منبثة لما يجي الفولكينو أو البركان ويدو بالجبل والجبل يتبخر بيدوب يتبخر فكانت هباء منبثة يعني والله إحنا يعني البشر لازم نفكر ونعتبر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير فليس لنا يعني إلا الله عز وجل وقال تعالى وليس لها ليس لها من دون الله كشفة أزفة الأزفة ليس لها من دون الله كشفة أسأل الله أن ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ أولادنا ويحفظ المسلمين في كل مكان يا رب العالمين من الزلازل والبركين والفتن وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلة اللهم أمين اللهم أمين يا رب ببساطة نحافظ على السلوات بتاعتنا في جماعة ببساطة نفتح صفحات من القرآن ونقراها ببساطة نبقى ناس كويسين بل لا شيء نحن نيزي الناس نبهدل الناس نتكلم عن الناس ببساطة أنا وإنت وهي وكلنا ريحين وإليه ترجعون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيام فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع القرور فيعني الدنيا ريحة وأنا وإنت وهي وكلنا وإليه ترجعون ومش هناخد منها إلى العمل بس فقط بتاعنا فإذا كانت الدنيا ريحة وقصيرة وكلنا في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى فالعودة بقى لما بصليش أمي نايل على عين أهله وأمي توضى وصلي ها اللي بعيد عن ربنا هنحقول له إيه مش هنقول له يا غبي حياتك بسيارة وحتموت وكلنا هنموت وموت الفجأة كثرت الموت هذا من علامات القيامة الموت بيبقى كتير الموت بيبقى كتير وجماعات فلذلك الله 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 وليس لنا إلا الله أسأل الله سبحانه وتعالى يا رب العالمين يحفظنا وإياكم ويجلبنا الفتن ما ظهر منهم وبطن اللهم أمين أن يثبتنا ويثق الموزننا ويحقق إيماننا ويرفع درجتنا نسأله سبحانه وتعالى العلا من الجنة نسأله مجبات رحمته وعزيب مغفرته والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أمين يا رب العالمين إخواني كثرة الزلازل لها علاقة بالمعاصي والزنوب والمكرات إذا ظهرت خلاص القينات المعازف والغناء والزنا شرب الخمر البروستيتيوشن البروستيتيوشن الزنا المقنن هذه البلاد لا نمكن أن بلاد المسلمين فها مسلمين إن شاء الله صلحين ولكن الفساد إذا عم وظهر وطم مشكلة مشكلة كبيرة رغم وجود المساجد اللي في تركيا ورغم كده ولكن هناك هناك زنا مقنن مرخص فلذلك يعني أسأل الله إن ربنا يهدي الجميع سواء اللي في تركيا أو اللي في مصر أو اللي في السعودية أو اللي في أي مكان فكثرة الزلازل وال عليكم السلام كثرة الزلازل والمشاكل دي والقتل والهرج وقبض العلم والمنكرات والشرب الخمر والزنا المقنن سواء في تركيا أو في غيرها كل هذه الأمور بسبب المعاصة والذنوب فالشمول والاستمرارية للزلزال أو العذاب زي ما رسوله صلى الله عليه وسلم قال الشمول في كل مناطق الأرض والاستمرارية دايماً بيجوا وربعض 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 وكده لا علمها ينفع بكلمة العلم الأكاديمي ولا الحداثة هتنفع ولا التكنولوجي هتنفع ولا أي حق خالص يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الأخيرة هم غافلون فمن قننش الحرام بأسماء تانية الخمر مشروبات روحية الزنا عملوا له أسماء كتيرة جداً جداً وأنواع كتيرة جداً جداً وقننوها بأسماء وهو زنا في النهاية وحرام حرام فالبرستيتيوشن والزنا والهوتلات والإلة الأدب دي كلها دي كلها علامات علامات بتغضب ربنا فكل دي حاجة بتغضب ربنا فلذلك يعني كل الفتن دي لا علاقة في المعاصر والزنوب فلذلك المطلوب من المسلمين التوبة وتوبوا إلى الله جميعا جميعا اللي بيعمل زنوبه اللي يعملش أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة عسى ربكم نكفر عنكم سيئتكم الآيات أما نحن نوقف أمام الله ونتحدى الله ونتحدى الله بزنوبه والمعاصي ما هو ده النتيجة نتيجة زلازل وبركين وكذا فيه مصيبة كبيرة يا جماعة في تركيا حصلا انتم مش فاهمين ومش الإعلام مش هيقول لك الإعلام مش هيقول لك النتائج أو هيقول لك الأرقام الصحة للموتة في أربع تلاف الزلازل المزالت أول يوم بدأت بسبعة بونت ايت والنهاردة بدأت بخمسة وشوية تقريبا فوق الأربع تلاف بناية وقعوا كل بناية لو فاهمية أنا بديكش مية لأنا بديك أفرج له أكتر من مية وميتين وتلتمية عائلات عايشة مع بعضها زحمة عائلات عايشة مع بعضها ومقول أبرتمينتي يعني مثلا بناية مثلا عشر تدوار واحد صديق لينا تراه يعمل سنانه في تركيا كان قاعد في الطبق السادس في هوتيل الزلزال جاء نزل من غير هدومه نزل في الشارع يجري بقول بقيته نط عشر سلمات مع بعض إزاي طاير لقى نفسه في وسط الشارع عريان شايفين؟ فلذلك يعني بقولك يعني البنايات كبيرة وتقع البناية زي البسكوتة كده شفتوها يعني فتصور أن عندك أربع تلاف بناية ها؟ لايكم السلامة وبركاته أربع تلاف بناية تصور وفيها الأعداد دي أفرج ميتين أو تلتمية اضرب في تلاتة فأربعة باتناشر حوالي مية وعشرين ألف مية وعشرين ألف دول طلع منهم مثلا تلاتين أربعين ألف مصابين دي زنجو والباقي ميتين لأن الزلازل اللي إيجاد بالليل يعني فيه ناس أصدقاء لي هنا من تركيا بيقول لي يا شيخ ابن صاحبي وعيلته ماتوا الزلزال إيجا بالليل كلهم ماتوا يعني فلذلك اللي أنا عايز أقوله كل ده لها علاقة بالزنوب والمعاصي ها؟ وإحنا عايشين على سطح الأرض على صفايح متحركة صفايح متحركة الأرض عبارة عن صفايح متحركة بينهم من بعض فراغات وباطن الأرض سبع طبقات كلها ملتهبة لحد الكور اللي هي نواة الأرض ملتهبة من الحديد هي وهذه النواة زي ما أنا قلت 2009 وقفت فالأرض بتلف حواليها هي المفروض تلف مع الأرض النهاردة بتلف عكس الأرض العلماء قالوا كده النواة اللي هي كورة تبع الأرض بتلف عكس الأرض هيحصل روتايشن يا إما النواة هتأخذ الأرض معها اللي هي المركز هتأخذ الأرض معها وده اللي هيحصل علشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشمس تطلع من من المغرب فالشمس الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع أبو ذر الغفاري قال له يا أبو ذر أتدري أين تذهب الشمس لما الشمس بتغرب كل يوم قال له الله ورسوله أعلم يا رسول الله قال له الشمس تذهب كل يوم تسجد تحت الحرش ها تسجد لربنا تحت الحرش وتستأذن في الخروج مرة تانية يعني تستأذن في الخروج مرة تانية سبحان الله فيحصل إيه في يوم من الأيام هتسجد لا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها وربنا يقول للشمس ارجعي من حيث جئتي فالشمس تعمل تشرق من المغرب مش هتطلع من المشرق زي كل يوم وهين بقى حين يعني لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خير في ثلاث علامات من الميجر ساينس اللي هم العلامات الكبرى ثلاثة علاماتهم عشرة في ثلاثة مع بعض جاجورة بعض خلاص انتهت انتهى الموضوع إيه اللي هي بقى خروج الدابة من جبل الصفا من المسجد الحرام دي دابة هتكلم الناس أنيمال يعني تكلم الناس وتعلم الكفار كده تعمل ماركس علاماته الشهم كافر لأن في الوقت ده هيبقى فيه كافر وما فيش منافق خلاص زي الفترة المكية تمام ويدخان فارتقي بيوم تأتي السماء بدخان مبين يغش الناس هذا عذاب أليم والعلامة التالتة اللي هي طلوع الشمس من المغرب التالتة طلوع حقورة بعض ربنا إلا بايا أيوة حين في هذا الوقت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرة واحد ما كانش بصلي واحد كان بيشب خامرة واحد كان بيزني واحد كان بيعمل كل الزنوب والمنكرات وما كانش في طريق ربنا خالص ييجي في الوقت ده يقولي يا رب المسجد مفتوح خليني بقى روح أصلي وتوب للأسف It's over أيوة سبحان الله ربنا مش هتقبل توبته زي ما أنا قلت الآية حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير خلاص It's over يا ربنا عايزة توب لا معايش ينفع زي فرعون كده فرعون لما أجب بقى إيه شاف الموت قدامه وخلاص بيموت وشاف جبريل وشاف الملائكة بقى وكده قال إيه آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين يا قربان فيجي يا ربنا أقول له أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آي حننجي بدنك بس مش أنت وبدن فرعون في نضحة في القاهرة قاعد كأنه لسه ميت مبارح لتكون لمن خلفك آي حتى ورد إن سيدنا جبريل كان يجيب الطمي من البحر الأحمر ويقوم حطه فوقه كده ولما خذوه على فرنسا عشان يحلله فرعون وشوفه سبب موته كان إيه لو سكن رمسيس رمسيس التاني لو أبوء مليان طمي ومليان ملح ومليان بتاع بن سنان وكلام من سبحانه يا رب وده اللي ورد في الحديث فلذلك إحنا كمسلمين لابد إن إحنا فعلا عشان ربنا يقينا من الزلازل تصور يا جماعة ربنا قال في القرآن كل حاجة في القرآن بينا واضحة العذاب ده يقي إيه بياتا أو هم قائلون بياتا أو هم قائلون ربنا كررها في عدة آيات من آيات المكية ها العذاب يأتيهم بياتا يعني بهم ما يميل وده اللي حصل في تركيا ها أو هم قائلون قائلون يعني إيه بها في وقت النهار ها سبحان الله بيشتغلوا مشغولين في الدنيا وبقروا وهم يعني سبحان الله بين أوكيوبايد والدنيا فالعذاب يقي الناس هما مشغولين أو يقوا هما نيمين قالوا هما نيمين البيت واقع كله على بعضه عفوهم كده خلتها الموضوع فيش فرصة يجري فيش فرصة يتوب سادن بيسمون سادن ديث موت فاجأة كده مصيبة فأسأل الله سبحانه وتعالى يا رب إن يرحمنا ويكرمنا ويحفظنا ويحفظ أولادنا وأولادكم أساس جمعة غال يا رب يحفظك وبرك في عمرك الله يحفظك الله يبارك فيك مرحبا 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 بكم جميعا إن شاء الله يعني صراحة يعني الواحد بيتقلم بقول يا رب سلم سلم يا الله يا رب سلم سلم يا أرحم ورحمين تصور إخواننا يعني طبعا مش هنقول لبقى لا يا ربنا يعني يعني سبحانه الزلازل تيب تيجي للمؤمن برضو فهي عبرة يعني الإنسان المؤمن لما شوف الزلازل تيب ويسمع ويقارن اللي قاتل القرآنية باللي أنا قلته النهاردة ده يشوف إن ربنا سبحانه وتعالى رسوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نيوح ياه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن يا سبحان الله فالرسول صلى الله عليه وسلم كان دايما شأنه ما جاش عشان يلبس واكل ويشرب الرسول جاش يبلغ رسالة عليه الصلاة والسلام فكان دايما يقرأ القرآن عشان يبين الحدود والرولز والأحكام بتاع القرآن للناس المسلمين فربنا سبحانه وتعالى بيقول الآية دي في سورة يونس الآية 61 فلذلك وما تعملون من عمل يعني يتوفيضون فيه إلا كنا عليكم شهودة يتوفيضون فيه ربنا عارف اللي احنا بنعمله ومطلع السمع والبصر والمشاهدة والرؤية حتى يعلم يعني خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى فأستاذنا وشيقنا أستاذ أحمد ردوان رب يحفظك وبارك فيك مشكور رب يحفظك صباح الجمال شايفنا وحبيبنا أستاذ أحمد رب يحفظك وبارك فيك فلذلك يعني ناخد العبرة والعظة من موضوع اللي حصل في تركيا دهوت وأسأل الله من المسلمين اللي ماتوا أو قتلوا في هذا هذا الزلزال أن يجعلهم من الشهداء ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى قال شهداء أمتي كثير كثر مش بس اللي بيموت في المعركة قال الحريق شهيد والغريق شهيد والهديم شهيد الهديم يعني حاجة وزي اللي حصل الزلزال ده كده أو راكب سيارة وقات عربية دباته أو كذا أو حيطة وقعت عليه أو كذا ده هديم شهيد إن شاء الله أصلا يعني أن يتقبلهم في الشهداء المسلمين اللي ماتوا ده هم والمبطون شهيد واحد مات بالكانسر واحد مات بالكبد واحد مات بأي حجم الأمراض ده هيت بتاع البطن دي المبطون شهيد وشهداء أمتك وده رحمة من ربنا سبحانه وتعالى بينا لأن إحنا لو نبص في قد ينظر النازل يقولك زي ربنا يوقع البيوت ديت وزي اللي في المستشفيات دول والأطفال اللي عندهم كانسر دول عملوا إيه والناس اللي بيتموت دي والحروب ديت وقال لك ربنا عم يعمل فينا كده لا بعذبنا ليه لا ربنا ما بعذبناش ده أي مصيبة بتحصل إحنا السبب فيها الحسنة من الله والسيئة من أنفسنا صح أو لا ها وما أصابكم المصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير يس وكله من إيدنا دي إيدنا دي اللي بتجيب كل المصايب لما ربنا ده رحيم ده ربنا قبل ما يخلق آدم ما يخلقنا ها خلق السموات والأرض كلها يعني يومين وقدر فيها أقوطها في أربعة أيام يعني أربعة أيام يعني اتنين واتنين يعني يعني الشيخ شعروه شرح شرح جميل أو قال لك يعني أنا مثلا رايح اسكندرية في يد إيه في أربع ساعات كلام ده كان زمان يعني الوقت بتروح اسكندرية من القاهرة فقال لي من ساعتين قول مثلا أربع ساعات قول مثلا يعني عزدر بمسال يعني مثلا في القاهرة زي ما الشيخ شعروه قال فأنت بتاخد ساعتين من القاهرة مثلا لودي النترون في النص كده تمام طيب الودي النترون هتاخد منك ساعتين يبقى من القاهرة الاسكندرية كمساعة احنا اتفقنا اربع ساعات طيب الساعتين دول ادل يعني يبقى ربنا خلق الارض في يومين صورة فصلت وقدر فيها وبارك فيها وقدر فيها اقوتها في اربعة ايام سواء يعني كلهم اربعة ايام تمام اللي يتقدر الاقوات والبركة فيها وحط فيها الجبال سطى الجبال فيها وكل والحاجات دي كلها فربنا عملك البيت قبل ما تيجي واستدعاك لهذه الارض ارضه عز وجل قالك هتعيش فيها فترة وهختبرك اهو فربنا رحيم جابلك اكسجين وجابلك الجسمك اللي شغال ده الميكانيزم بتاع جسمك ده بدون اي مشاكل وسبحان الله وعطاك حاجات جميلة اوي واكل وشرب وعايشك في امان في الارض دي بتاعته بس قالك انا اختبرك وكل حاجة هسخرها لك سبحان الله واحنا مزلنا بنعصر ربنا سبحانه وتعالى وبعدين بعد يومين تانين او يومين تانين اربعة ويومين تانين خلق السماوات السبع ها سبحان الله بلي فيها فدول ستة ستة ايام ها ولكد خلقنا السماوات والارضة بينهما في ستة ايام ها هو بدأ وخلص يوم الايه خلص الجمعة فاليهود قاله يا ربنا تعب فالسراح يوم السابت قال لهم لا وما مسنا من اللغوب ما تعبناش سبحان الله تمام فاسأل الله سبحانه وتعالى يا رب شعز اطول عليكم كلام معكم يعني لا يمل ولكن انا سعدت برؤية حبيبي ويعني وجودكم معي جزاكم الله كل خير المهم ان احنا ناخد العبرة من الزلازل دي وشمولية الزلازل واستمراريتها دي من علامات القيامة تاني قبض العلم كفرة الزلازل والفتن والهرج والقتل وفايد المال كل دي من علامات القيامة كلها وتقارب الزمان ما فيش فيه بركة ولا فايدة حيبقى فيه كل دي من من علامات القيامة الصغرى وكل العلامات الصغرى من خمسة وتسعين علامة المية وعشرة العلماء عدوهم زهرهم واحنا منتظرين العلامات الكبرى العشرة اللي هتبدأ يا اما بخروج المهدي ان شاء الله وظهوره او المسيخ الدجال وغالبا المهدي هيقى قبل المسيخ الدجال تمام؟ وبعدين نعد العلامات العشرة انا قلتلكم شوية منهم النهاردة صلاة الله يحفظنا وياكم ان شاء الله جزاكم لخير اشتركوا في القناة